الخوف وعدم الاستقرار وتهديدات شتى بانتظار العائلات النازحة في مخيمات محافظة نينوى ممن تجبرهم حكومة عبد المهدي على العودة إلى مناطقهم غير الآمنة سواء تلك التي في محافظة صلاح الدين أو الأنبار وغيرها ورغم تحذيرات المنظمات الحقوقية والأممية المتكررة من مغبة الإعادة القصرية للعائلات النازحة ومطالبة الجهات الحكومية في العراق بوقف هذه الحملات التي على ما يبدو أنها تحمل في خفاياها الكثير إلا أن القوات الحكومية في نينوى مستمرة بعمليات ترحيل النازحين من مخيماتهم إلى مناطقهم دون الأغضب الاعتبار إن كانت هذه المناطق مؤهلة أمنيا وخدميا لاستقبالهم منظمة هيومن رايتس واتش أكدت في تقرير لها أن أكثر من ألفين عراقي أجبروا منذ الثالث والعشرين من شهر آب الماضي على مغادرة مخيمات النزوح في نينوى وأبرزها مخيم حمام العليل رغم وجود مخاوف كبيرة لديهم من الاستهداف في مناطقهم التي عادوا إليها بسبب ما نسب إليهم من اتهامات حكومية بانتمائهم أو أحد ذويهم لتنظيم الدولة بل أن هناك عائلات اضطرت للنزوح العكسي من جديد عقب تعرضهم لتهديدات من منشيات ينتشرون في مناطقهم التي عادوا إليها المنظمة تبينت أن هذه الإجراءات تمت بناء على قرار حكومي لم ينشر علنا صدر في مطلع تموز الماضي وتضمن البت بإجبار نحو 39 ألف نازح ممن هم من خارج نينوى على مغادرة مخيماتهم في المحافظة كما ينص القرار على قيام القوات الحكومية بإنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم الدولة وفرض إجراءات أمنية مشددة حول المخيمات يمنع بموجبها الدخول والمغادرة دون إذنه وهكذا بدأ تطبيق القرار الحكومي ليجدى النازحون أنفسهم محاصرين بين حياة النزوح التي لم يختاروها وبين واقع مرعب ينتظرهم مجبرين على التعايش معه ترجمة نانسي قنقر